حلوني يا بي اسم الاب والابن روح قدس لي الى الواحدة مين تحل علينا نعمته وبركته من الان وقابد كلها امين لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي الحياة هم الطلب مننا نكلم نهاردة عن الحياة مع المسيح او ان الحياة هي المسيح في حياتي بس قبل ما اتكلم لازم افهم يعني ايه الحياة لان الحياة الازم اكون فاهمها عشان اقدر اقدر قارنها هي المسيح ولا لأ فالحقيقة الحياة حد ليه فكرة كده نو يقول ايه هي صعب السؤال لا كلمة الحياة العيش حد عنده اي حاجة النفس النفس نفس داخل طالع طب يعني مع النفس يبقى هو المسيح هو النفس اللي داخل وخارج قصة احنا عمين بنقولها كده بننكلم فيها كتير لكن الحياة انا اوقفت قدامها عاد تفكر يعني ايه الحياة ايه هي تعالوا نرجع من الاول من الاول خالص ربنا جاب ادم شوية تراب ونفخ فيهم وجغلوا في ايه نفسا حياة فدي اول حاجة عشان تبقى التراب تحول الى حياة نفخة من الله والداله كمان نعمة تانية وهي الفهم والادراك لله انه هو يفهمه ودي الحياة برضو لانه جعله على صورته ومثاله فالحياة للبني ادم حكتين نفس اللي هو الداخل والخارج والنعمة التانية اللي هي ادراك الله اللي هي الروح الموجودة جوايا طب ادم مات في الايه في الفردوس او في الجنة ليه مات هل مات يوم ما اكل من الصمرة ولا مات لما خرج لما اكل من الصمرة في ساعتها لانه كده ربنا قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت في ساعتها مات ايه هو بقى ايه مات الادراك فيه ومات العلاقة بينه وبين ربنا ودي اللي احنا بلو عليها الخطيئة طب انا هنا انا مالي ومال ادم انا ما كنتش مع ادم صح طب ايه رأيكم لا انا برضو كنت مع جوه ادم وكلت معاه والدليل ربنا كده لما السيد المسيح جيه مع الجموع واحد جيه الشاب الغني بيقول له ايه بيقول له انا عايز ارس الحال ابدي فقال له ايه كل واحد تلكك بحاجة قال لك قال له دع الموتة يدفنون موتا هو الميت بيدفن اعتار الموتة دي اللي هما مين ميتين عن معرفة الله اللي هم ميتين بالروح زي ما احنا بنقول فالحقيقة الحقيقة هي ايه هي مع الله هو ربنا الادهاني طب انا خدتها تاني ازاي ربنا الادهاني في المعمودية من اول وجديد اكدني ادم من جديد دخلني في المعمودية موتني وقومني الموت اللي اتعمل في ادم انا نفسته مع ربنا وادهاني طبيعة جديدة لهي الادراك وادهاني النفخة الجديدة اللي انا بقيت عايش تاني من جديد وقمت معاه وراح دهاني بالميرون الموهبة اللي كانت داها اللي بقيت على شبه وصورته فهي دي الحياة فعشان كده من غير المسيح ما كانش ينفع ايه حياة طيب هل مجرد ان انا خدت كده خلاص خدت الحياة الحياة لا المسيح يبتدى يشرح لنا بعد كده بيقول كده ايه هذه هي الحياة الابدية ان يعرفونك يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته اتاري بقى الحياة بعد كده ننعرف المسيح مجرد ان انا عرفت المسيح هي دي الحياة طب ما اعرفها ازاي هنقول انا اعرفها ازاي بس اتاري هي دي الحياة بس عشان كده الاباء يلوننا ايه لو معرفتش المسيح على الارض ففوق من كام مرة سألت حد كده تاني قلته لو انت طلعت في السماء فوق وشفت المسيح هتعرفو ولا لا سؤال غريب جدا جالي برضه على دماغي انا طلعت فوق دلوقتي وشفت المسيح وانا عرفه شكلا مثلا لو طلعت شفت ماري جيرجس فوق هتعرفو ما فيش حصان فوق انا عارفين هو بالحصان لو انا عرفته هنا هتعرفه فوق وكمان ايه ده هو بيعلن لي زاته فوق عشان كده انا اعرفه فلو انا علاقتي حلوة بيه على الارض يبقى هطلع ايه هعرفه فوق هو اللي يقول انا بقى حبيب تعالي حبيبي اه هعرفه من صوته هعرفه من لمسته هعرفه من حبه ودفقه فوق في السماء عشان كده هي دي الحياة الابدية انت تعرف المسيح من هنا طيب تعالوا نشوف مع الكتاب المقدس ازاي اعرفه هنا ليه الحياة هي المسيح ولما اقول كده يبقى الموت ايه ربح لان هو الموت اللي هينقلني الى هذه الحياة الجميلة يقول كده توبة للذين يقرؤون والذين يسمعون اقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لان الوقت قريب دي تفهمكم حاجة تاني توبة للذين يقرأ هل قرأت الكتاب المقدس كفاية لمعرفة الله يبقى لازم اقرأ وايه وافهم يبقى مطلوب منك اول حاجة عشان تقدر تعرف ربنا اقرأ كتابه وايه وفهموا اقعد دور وابحس فاتشوا الكتب تجدونه فيها ايه حياة الله والحياة في الكتاب اه فدي اول حاجة اقرأ وافهم يبقى توبة الذين يقرؤون والذين يسمعون طب ايه هسمع ايه اتاري كلمة ايه ما له اذنان للسمع يعني معنى كده ايه مش مجرد قرأة وبس لا ده انت تقرأ وتسمع وتطيع الكلمة كتير قوي الروح القدس بيتكلم جواك كتير قوي الاباء بيتكلموا في العزات لكن حيقول لي ايه اه كلمة دي حلوة قوي بس فلان تنفعوا فلان تنفعوا فلان تنفعوا لكن تنفعني انا لا انا فوق الكلام ده انا فهمه لكن توبة للذين يقرأ تسمع وتطيع ويحفظون ما هو مكتوب ايه بقى ايه هو الحفز مش مجرد ان انا احفظ اياته خلاص ما انا ممكن اكون حفظ الانجيل من الجلدة للجلدة تماشطان بايه بيحفظ لكن هل بيحفظ ويطبق الحقيقة الكتاب المقدس فيه تعليمات كتيرة جدا لحياتنا وفيها اجابة لكل سؤال جوانا بس هل انا باخد الكلام ده وطبقه في حياتي فمهم جدا ان عشان عيش الحياة دي وعيش مع المسيح يبقى كتوبة للذي يقرأ والذين يسمعون اقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب ليه لان الوقت قريب ايه الوقت قريب الاستعداد الدائم لوجود الله في كل لحظة انت ممكن تلاقيه في اي وقت يا ممكن في اي لحظة تك تك خلص النور قطع النور قطع هنا على الارض بس نور فين في السماء فدي مهمة قوي مهمة جدا ان انت تبقى جاهز عشان تقدر تعرف لي الحياة هي المسيح ولما انا اسمع كلام النبوة وافهمه واطيعه وطبقه هو ده اللي ايه اللي وصلني للحياة تعالوا ناخد حاجة تانية برضو اية من الكتاب المقدسة عجبتني جدا بيقول لان اجرة الخطية هي موت واما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا برضو عجبتني التأمو في الاية دي عجيب جدا وجميل جدا ما كنتش خدت بالي منه قبل كده بيقول ايه اجرة الخطية هي ايه الموت فانا بدعفي اللي كنت في آدم وقعت وخرجت برا ايه برا الجنة وبقيت انفصلت عن الله لكن الله ادني هبة هبة حياة اتار المعمودية اللي انا خدتها في اول يوم في حياتي والميرون والتناول اللي انا خدته في اول يوم ده هو ده الشركة الجديدة مع الله هبة من الله ادهلك ايه هبة ده عشان كي يقول كده اجرة الخطية موت اما هبة الله فهي حياة انت خدت الحياة بل هل حفظت عليها لازم تحافظ عليها طول حياتك باللي احنا قلناها اللي فات طب حافظ عليها ازاي يقول لك كده تقعد طول عمرك تدقها طول الحياة اللي انت قاعد على الارض تدق طعم العلاقة مع الله تدق عن طريق الاسرار المقدسة التوبة والاعتراف والتناول والقعدة مع ربنا والانجيل والكتاب المقدس والصلاة والاجبية كل وسائط النعم اللي موجود في الكنيسة عشان تقدر البزرة اللي بزرت جواك يوم المعمودية تعد تسقيها عشان تطلع ايه سمر ولما تطلع سمر تبقى سمر الروح ايه محبة فرح سلام طول انا وداع لطف صلاح ايمان تعفف فمجرد ما انت خدت البزرة الهبة من الله وانت ساقتها بوسائة النعمة طول حياتك هتعمل ايه تدي سمر عشان كده لما تبقى مدي السمر ده كله يبقى من حقك من حقك تتمتع مع الله الى ابد الابدين يبقى رجعت النعمة لربنا ادهالك يوم ما ادم ادهاله فاول يوم بس هو رفضها لكن انت ايه ابلتها يبقى ليه الحياة هي والموت هنا اقدر اقول ان الموت ربح الموت عمره مكان خوف ولا قلق ولا تعب لكن هو الربح اللي انا هاخده لانه ده هينقلني الى حياة ابدية وفرح في نور القديسية المكان اللي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور القديسية وصلت ولا لسه صعبة ولا سهلة حلوني لإلهنا كل مجد وكرامة من الانواب كلها بضل وصل